بلدية نيويورك تعتمد تدبير قاسية للحد من التدخين وصوت المجلس البلدي للمدينة على اعتبار السجائر الإلكترونية كغيرها من السجائر ويمنع تدخينها في الأماكن العامة والمطاعم ومكاتب العمل وكانت البلدية قد رفعت السن القانوني الذي يسمح للفرد بشراء السجائر إلى 21 عاما ولسكان هذه المدينة أرائهم لا أعلم السبب الذي دفع بالبلدية لمنع تدخين هذه السجائر لديهم دافع قوي لذلك لكن إن كانت لا تضر بالمدخن والمحيثين به فلا يجب منعها السجارة الإلكترونية صنعت كيلة بعث منها الروائح البغيضة وبالتالي للتخفيف من صعوبة التخلص من التدخين فإلى ماذا استندت المعارضة؟ إنه مجتمع يقوم على لوم الجميع على أي شيء أما الاتحاد الأوروبي فقد أقر برلمانوه نصاً يفرد على محلات بيع التبغي وضع صور مروعة مع تحذيرات صحية على غلاف علبة السجائر أما السجائر الإلكترونية فلم يتفق الأعضاء على اعتبارها دواء للتخلي عن السجائر العادية